الملك حمد بن عيسى الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والمقدم الركن سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة ورافق جلالته خلال الزيارة مع علي شيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي كما كان في الاستقبال عدد من كبار الضباط وقد اطلع رعاه الله خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة قوة الدفاع والاستعدادات للموسم التدريبي القادم وفق الخطط الموضوعة معربا جلالته وحفظه الله ورعاه عن تقديره واعتزازه بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين الأشاوس وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة لما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام كما أثنى جلالته رعاه الله على دور رجال قوة دفاع البحرين البواسل وجهودهم النبيلة بالتكاتف مع دول العالم في العمليات الإنسانية السامية في العديد من المواقف وتقديم العون والإغاثة للأشقاء والأصدقاء منذ تأسيس قوة الدفاع وحتى الآن وأن جهودها الإنسانية لدعم أفغانستان الشقيقة وشعبها العزيز مثال على ذلك متمنيا جلالته أيده الله للجميع دوام التوفيق والسداد